السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنراجع الجزء الثاني من الـ Revision number one إن شاء الله السؤال رقم تسعة وستين بقول I lost هناك معلومة ونحن قلناها يا رب تكون فاكيرها ما علينا يعني كالجاح النوم الثاني إنه لما نحط كلمة First أو كلمة Lost بعد الفاعل يعني معناها أنا أخر مرة أو أنا أول مرة عملت كذا في المعادل A الفلان وخبال حضرتك والكلمات دي خلي بالك من علامات الـ Past Simple البسيط حفظ يعني لا مش حفظ لأن أنا آخر مرة لعبت كورة ده completed action in the past يعني الكلام ده حدث مكتمل في المعادل آخر مرة لعبت كورة أول مرة قابلت My best friend كانت سنة كذا فأفعل في الـ Past بتاعنا فلازم الجملة بتاع ساعتك تبقى Past Simple الماضي بسيط عندنا طبعا الجملة معناها بتقول أنا آخر مرة جاتني أخبار من فلانة يوم الجمعة الفلانية طبعا تبقى عندك جمعة رقم سبعين طبعا زي ما قلنا تبقى I used to عشان وراء منها مصدر لماذا ليس was used to لو كنا عملناها was used طبعا كنا عملناها playing طبعا مش بلاية 71 هذه الفاقة بصوا جمعتين سبعين واحد وسبعين شبه بعض بالظبط جمعة رقم سبعين طبعا تبقى I used was used to عشان وراء منها ING جمعة رقم 73 يا سيدي أنا عايزك تقرى الجملة اسمعني كويس بيقول في الجملة من الساعة تسعة للساعة تناشر الجمعة اللي فاتت أنا ايه طبعا هنا في اكشن يا جماعة كان IN PROGRESS حدث كان شغال من تسعة للاثناشر طبعا الجمعة اللي فاتت أنا كنت بحضر اجتماع مهم بس عدت الجمعة طبعا مستمر حدث كان شغال كان مستمر رفقته معين في الباست طبعا عندك تبقى باستمع زي ما اتفقنا الجملة رقم 76 تقريبا انا امجابها غلط هي رقم سي مش ليفنج انا مش فاكرة انت كتبقى ايه بصراح هي تبقى كيمة ليف رقم سي عدنا انتها عشان ايشان طبعا نبقى بعد يوستو هل بنجيب فاعل في المصدر الجملة رقم 77 ما ينفعش كمان مرة دي ديو بي احنا هنا فيربي تو بي بيسأل عن نفسه بنفسه فيربي تو بي بيسأل عن نفسه بنفسه طبعا هنا هتبقى ما ينفعش دي ديو اتوم ولا دي ديو بي اتوم تفاعل يا جماعة عندك في رقم ستة 78 نفس الفكرة احنا قلنا فيربي تو هاف لما يكون جاي فاعل اساسي بيستخدمش في تكوين السؤال يبقى طبعا ديو هاف كذا طبعا سيبقى ديو هاف جمع رقم 79 بص حضرتك فيه ثلاث كلمات احنا كنا دايما او ثلاث تعبيرات تحديدا كنا دايما نكتبه مع الصبورة لو انت فاكر اللي هما اتس تايم حان الوقت اتس تايم حان الوقت اتس تايم حان الوقت اي دراثة اتس تايم اتس تايم حان الوقت اي دراثة اللي معنا مفضله التلت تعبيرات دول لو حطينا ورا منهم سبجكت فاعل نجيب ورا منهم طبعا باس سيمبل موضي بسيط للي عنده في رقم 79 طبعا It's time you gave back my camera طبعا ترجعي الكاميرا بتاعتي الجملة لكم 80 I'd rather لواحدها ووراها مصدر I'd rather ما فيش ورا منها فاعل يجب ورا منها مصدر I'd rather leave now I'd rather study ما عرفش مادة كذب I'd rather لوحدها ووراها مصدر لكن I'd rather ورا منها Subject طبعا فاعل ورا منها الفاعل في الماضي البسيط I'd rather I've lived طبعا عندك رقم C عشان طبعا حط ايه حط فاعل في الجملة قدام ساعة تاجعي جمع رقم 82 ما فيش ما يمنع ودي كلمة نقيلة كتير جدا ما فيش ما يمنع ان ساعدتك تلاقي ان ساعدتك تلاقي Always, usually, sometimes, often أو تنتهى often يقبلوك الكلمات اللي بتدول عن المدارع البسيط تقابلك في الجملة ماضي البسيط ما فيش ما يمنع اسمعينيك واس الله يبارك في عمرك ما فيش ما يمنع ما فيش ما يمنع ان يقبلك كلمات ان يقبلك علامات علامات المدارعة البسيط مع جملة ماضي بس بشرط انك تلاقي الجملة كلها ماضي هنا كاتب رؤية To have first school on foot لمدرستها الاولى الاول ما يصعر راحتها على الاقدامة كده الجملة ماضي والدليل ان كتب hear first school يعني هي اكيد رؤية في second school third school او يعني هرس الجمعة طبعا الجملة عندما كلمة went طبعا الرقم بيه عادة في الماضي جملة رقم اربعة وتمانينة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان كلمة on معناها بالعامية كلمة اول تديك في الانجليش معنا كلمة as soon as فالجملة touching the whole panel لمست البان الحلة السخنة او لطبعا لمست سماء صرخت من الالم من الواجع طبعا كلمة on دول حدثين جم وربعت ومفيش فاصل في الايه في النص اخي بقى ساعدتك الجمعة رقم 68 on انها ing ان يجيش على جملة يطلع لك واحد فضوطة يعني يقول لك يا مش سيم الافعال ويجيش في الاستمرار هنا سيم مش فربي يا باش مهندسة هنا سيم مش فربي مفيش زمن اسمه زمن ing ايه لو زمن متصرف كلمة was has been will be لكن طبعا هنا كلمة seen احنا بلغة بتاعتنا يعني بيسموها phrase في الانجليش عبارة او بيسموها شبه جملة بالعرب يعني اخي بان ساعتك جمع رقم 87 seem يبدو seem يبدو من الافعال اللي تجيش في الاستمرار seem يبدو من الافعال اللي تجيش في الاستمرار when i visited my sister لما طبعا زرت اختي شي seemed l طبعا كانت تبدو المشكلة في العرب ان انت سمعتني اكيد قلت لك ايه كانت تبدو ففيناس بتاخد الكلام ودي واحدة من الحاجات تخليط في الانجليزي انك تطلع الكلمة من بؤك وزي ما طلعت من بؤك بالعربي عايز تحطها انجليش بالزبط ديها من سمعت ترجمة الحرفية literally يعني حرفيا حرفة حرفة عايز ترجمه انجليش ما ينفعش ما ينفعش انه ساعدت الجنوب المنطلوب وصلت الكلام في الباست طبعا و seem ما فيه اسمها what seeming ولا where seeming ولا has been seeming ماشي جم رقم 98 انا عندي كلمتين شبه بعض اسمهم no longer و no more no more و no longer معناهم ما بقاش معناهم لم يعود وديه من الكلمات تتحط في المضارع عشان تنفي اسمعني كويس تنفي حاجة في المضارع لكن تثبتها في الماضي على عكس كلمة use to use to بتثبت وجود الشيء في الماضي بتنفي وجوده في الحاضر واحدة بتثبت حاضر تنفي ماضي والتانية تثبت ماضي وتنفي حاضر كان بيدخن he used to smoke يبقى النهاردة ما بقاش يدخن يبقى طبعا هي no longer أو هي no more smokes بيرجوم لعندها طبعا اللي هي رقم 88 ان مصطفى no longer smokes لم يعود طبعا ايدخن طبعا ممكن اكتبها any more لا any more في الاخر يبقى مصطفى doesn't smoke anymore نصطفى doesn't smoke any more or don't smoke any longer هذه الفرق سعد ماشي جم رقم 91 محترم الجملة محترم بس الجملة الطويلة اوه دي بتبقى عبارة عن حاجة محتاجة تطقرها هي مش طابة هي جملة طويل محتاجة تطقر بس انا ستجاوبت كم يغير تطقره جملة عايز عرف هنا يقولك when the teacher entered the class لما المستر دخل الفصل the pupils who allowed of noise soon became corn ايه معنى الجملة لما المستر دخل الكلاس الطالبة اللي ايه دوشة كتيرة سريعا هديت في الفصل و بطلت تعمل دوشة يبال اللي كانوا عمين دوشة يبال الجملة كده فيها ايه فيه ساعتك حدث كان شغالا كده الجملة ساعتك بتعبر حدث كان شغالا و حضرتك جيت عملت ايه حضرتك جيت جيت حاجة في النص اللي كان شغال طلبة قعدة بتعمل دوشة اللي جاء في النص دخول المستر طبعا بتاعه طبعا بكلمة يبال تبال عندك هنا ورميكين رقم ايه زي ما اتفقنا معك الجملة رقم اربعة وتسعينة الجملة دي محترمة جدا 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 بتفهمك انجليش مش متحفظك وده اللي انت محتاجك تعمله يعني من زمان قوي ومحتاجك تعمله السنة طبعا اللي جادي خصوصا تعرف ديوات الحوار كلها تبقى فاهم وتعرف تطبق الرول على اكتر من جملة واكتر من ايه من صياغة زي ما يلفلك من هنا تعب تجاوب من هنا تعب تجاوب و هكذا بيقول اي كودن واتش فيلم انا ما اعرفتش ما اقدرش تفرج على الفيلم بكوز ماي برادر عشان اخوي ايه بقى الفوتبول ماتش عربي اخوي كان بيتفرج على ما تشكورك امتى في نفس الطايم بتاع الماتش بتاعك يبقى كده فيه حدث كان شغال طب كان شغال ايه ساعة ايه وقت ايه وقت البرنامج وقت الفيلم وقت المسلسل وقت معرفش ايه طب صح بتاعنا عندك وزواتشن رقم بي حدث كان شغال اثناء او في لحظة معينة في الباست هنا الكلام على الكنتينوتي الاستمرار بتاع الجملة خلي بركة جمه رقم 98 هتبقى طبعا كلمة ويل ما هتبقى كلمة وين ولا از ولا جيرين كما مرة جماعة جيوري ما بيجي شغال منها اي انجي لكن طبعا اثناء النوم اي هذا نايتمير طبعا جاني كبوسة جمه رقم 97 ايوزتو بي اوورويت يعني ايه يعني انا كنت مقلبز متحتك كده حاجة كده تختوخة this means معناه ان ايه دلوقتي انا كنت تختوخة دلوقتي انا مش تختوخة خلاص طبعا this means ايام هنا في كلمة ايام منسية طبعا ايام ايه بقى ساعتك طبعا ايام ايام طبعا دلوقتي انا ما بقتش خلاص طبعا ايه تختوخة كده ايه ده بدو بطقين الجملة عندك رقم 98 اه my arrival home وصول البيت i saw that no one was there وصلت البيت شغلت انا محدش كما موجود في البيت طبعا كلمة on حتكت قولي ما هي كلمة on دي ورا منها ing on ورا منها ing او ورا منها now on ساعدتك ورا منها now او ing on my arrival home يعني عنده وصود البيت اخي بقى ساعتك الجملة رقم 99 مش علشان هو اعطاك في الاختراف كلمة use to يبقى تبقى جملة اكير use to لا لان use to بتعبر عن repetition repetition تكرار past habit لكن لو الجملة فيها action just one action in the past خلي الجملة تبقى بس سمبل لو الجملة بتعبر عن حدث في الماضي لو الجملة بتعبر عن حدث في الماضي واختبال معانيك تبقى الجملة دي مالها ماضي بسيط ما هي use to ابدا نعم كمنا عندك بتقول الاخوية الاكبر سنا كان بيتفرجة على movie on his computer last night ان برح بالليلة يبقى تمتع تبقى كلمة enjoy بس هنا ما ينفعش use to enjoy كمان مرة عشان ده مش شيء اتكرر لكن ده شيء ما له حدث ادفة بهم رقم 100 don't open the door until في ناس طيبة بتبقى شغلة كلمة until after before ان هما بيقوا بس فقط لغير مع الماضي الايه ساعدتك الماضي التام والماضي البسيط لا كلمة ما ينفعش انه كنا قلنا ان الروابط دي ممكن تستعملها من ضمن حاجاتها الكتير يعني لربط حدثين في المستقبلة في الحالة دي احنا كنا بنقول ايه انه قبل after قبل before قبل since قبل كلمة as soon ازان اسف قبل كلمة till و until حيجي مستقبل او اخواته مستقبل او جملة امر او جملة طلب في الحالة دي بعد الرابط بعد الرابط ساعدتك بتقولنا بنجيب ايه يعني present simple مضارع بسيط يعني present perfect مضارع تامع الجملة عندك بتقول don't open the door ما تبتحش الباب الى لما ايه طبعا اخبرك until i tell you طبعا or until i have told you طبعا تنفعل اثنين الجملة رقمية واحدة بص يا جماعة لما يكون في فاعل محزوف يعني ايه يعني after من غير فاعل before من غير فاعل while من غير فاعل on طبعا هناك شرط للكلام ما ينفعش من غيره الكلام يتكتب هناك شرط ما ينفعش من غيره الجملة تبقى بالمنظر ده اللي هو ان الاسم او الفاعل لساعدتك حزفته بعد كلمة while after on حاجات دي يكون هو اللي مكتوب في اقول الجملة التانية بمعنى اصح ان الجملة كلها فيها كم جمل فيها كم حدث فيها حدثين حدثين دول لا يجب ان يكون لهم just one subject فاعل واحد طبعا ما ساعدتك عمد الحاجة من يسمى omission يعني الكلام ده هناك في الجملة التانية يعني واحد في الجملة التانية يعني the injured man الرجل المصاب with spot on a ventilator تحط على جهاز تنفس صناعي الجملة التانية اولها مين معلش اولها the injured man اعلاكة the injured man الرجل المصاب بكلمة يتاخذ للمستشفى طبعا مش هو talk himself to hospital هو اللي اخذ للمستشفى طبعا صحيح طبعا on being taken مش معنا on being taken ان الجملة مبنية للمجهول واخد بالساعتك جملة رقمية واثنينة بقول فيها i have to wear the uniform انا لازم ارتدي اليونيفورم طبعا i won't take part in the game مش هي مش هشارك في في الجيم ديت يبقى otherwise وممكن نحط مكانا كلمة or اللي معناها وإلا كلمة otherwise دي معناها وإلا حيحصل كذا وكذا وكذا هي شبه if بس الفرق ما بينهم بقى ان كلمة if انت بتجيبرا منها الشرط otherwise جبرا من النتيجة يعني الجملة لو عملت if هتقول if if i don't wear the uniform i won't take part in the game لكن استعدتك عشان عمل otherwise فتقول كده i have to wear the uniform otherwise i won't take part in the game نقول جملة عندنا طبعا رقمية واثنينة جملة رقمية واربعة busy مشغول لو حتجيبها من النائس لازم تحط كلمة with مشغول بالواجب i am busy with my homework مشغولة بأطفالها مشغولة بشغل البيت عندها كذا شغيلها يبقى she is busy with housework مثلا يعني مخبر حضرتك لكن busy من الصفات اللي ساعدتك بتجيبرا منها energy فلو في لام مشغول بيذاكر is busy studying فيها السحب تطبخ she is busy cooking وهكذا ماشي الجمعة لكما رقم 105 انظر something something somewhere و someone الادجكتيف الصفة ما تجيش قبلها انت ساعدتك عارف ان فلان الدكتور كويس he is a good doctor وده ولد ما شاء الله ممتاز he is a clever student اما كلمة someone هو شخص ماهر يبقى he is someone clever مش clever someone عايزين مكان امانة جماعة نقاط فيه يبقى we want a safe somewhere لا somewhere safe somewhere safe وقال حاجة بصراحة مش هلوة أبدا زعارت الناس منه يبقى he said a bad something لا he said something bad he said something bad فالكلمات دي الادجكتف طبعا تيجي غورا منها ما تجيش ايه قبل منها ماشي الجمعة لكما رقم 106 دي ان شاء الله هتعدى هنا السنة دي في الملحك بتاعك السنة ثالثة وعدتك في الثانية بس انت اكيد ناسي عندي حاجة اسمها so that such that معناه من درجة ان الفرق ما بينهم من كلمة so بتجيب بعدها adjective الصفة او الادverb اللي هو الحالة اما كلمة such ساعتها بتجبر منها اسم فلما تقول هو شاطر يبقى so clever that لكن هو طالب شاطر هي such a clever student that اسمع عليك من مرة وخليك فاكر so مع الصفات والاحوال such مع الاسماء اتفقنا؟ الجملة عندك غمية وسبعة الكلمة يا جماعة كلمة including معناه فيهم معناهم بينهم معناهم وضمنهم فانت بتقول انا مبارح قابلت ناس كتيرة وفيهم مصطفى صاحبي يبقى I met yesterday I met many friends including مصطفى معناه فيهم ومن بينهم مثلا ما تقول طه حسين الله الرحمة الجميع كتب رؤية كتيرة في هالأيام يبقى طه حسين wrote many stories مني بوكس مني نوفل الاخيرة معانين يعني including days بما فيها الأيام ماشي الجملة عندك رقم 180 احنا قلناها بيزي من الصفات اللي وراءة طبعا دايما ING دي عندنا في 180 109 حدث كان شغال وحاجة تانية جدت في النص أنا كنت بتغدى التليفون يبقى طبعا I was having my lunch when the phone rang طبعا أنا ساعدتك في حدث طويل كان شغال طبعا اللي هو إن أنا كنت بتغدى في حدث طبعا قصير جاء في النص طبعا اللي هو رنة التليفوني دي الجملة اللي عندنا طبعا رقم 109 111 As they along the road they met the friend وهم أي على الطريق قبلوا صاحبهم أمر كانوا ماشيين الجملة فيها حدثين واحد طويل واحد قصير حدث الطويل إنهم ماشيين في السكاة الحدث القصير ساعدتك إنهم قبلوا فلانا فطبعا الجملة هتبقى As they were walking along the road they met the friend ماشي ساعدتك الجملة بعد كده دقا 116 Since اللي انت بالك عليها تقبر عن إن فيشي شغال من زمان لحد دلوقتي أو من زمان لحد الزمان دي هنجيلها إن شاء الله بالتفصيل المملة أي مش شرح الغرض إن كلمة since تدك دوريشن فترة فترة الحدث استمر فيها واخد بالك أنت لكن الساعة والتاريخ بين الساعة مع حرف الجر at أو حرف الجر in فلما تقول أن أنا أصريت الساعة سبعة نهاردة I got up at seven I got up at seven I got up at seven ما ينفعش I got up since seven ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش مش أنت تقول أصريت ساعة تاخد كلمة since أيها بس في استخدام لك كلمة since تجي معانه زمان ساعتك هذا اللي يفرق معانا الجملة عندها يقول They studied English literature هما درسوا الأدف الإنجليزي سنة 2006 أنا لو قلت لك بقى They have studied أو They have been studying English literature كنا عملناها كلمة since هذه الفرق حضره طبعا جمع رقم 117 used to أو used to كما قلنا ورمناه طبعا نحن نجيب infinitive فعلة في المصدر نجيب طبعا I mean سوء حلو سوء حلو جدا When the accident happened لما الحادثة حصلت أنت كنت سايق بها لما الحادثة حصلت وعندك ماضي بسيط مخترم الجملة عندنا في رقم 119 حلوة The television was on يعني كان شغال بلغة بتاعتنا حد فتح الشاشة لكن محدش ايه طبعا محدش كان بيتفرج امتا لاحظ ما ساعدتك لكتفيزون شغال هنا بكامعة الاستمرارية ايوة في حدث كان شغال اللي هو ايه محدش كان بيتفرج يا مستر هنا في حدث ما كان شغال ايوة عادي والذي يكون بالاثبات ساعدتك ممكن يبقى الجملة بنفس الاستخدام اثبات او ايه او نفيع دي الاسئلة بتاعت revision number one حاول تجمع منك انت مش مطلوب منك انك تفهم كل حاجات دي فيه من نسبة 100% خالص مطلوب منك ان انت تفتكر بعض الكلام اللي انت كنت ايه سمعته معنا في اولى وفتانية او مع زميلنا وان شاء الله ربعين بإذن الله كده كده عشان لما نيجي نبدأ بعدين بإذن الله يبقى في خلفية background معقولة صحينا الخلايا النايمة النعسانة من ساعة تلتة عادتها على حد دلوقتي بفضل التابلت وما شابه وساعدتك ان شاء الله بإذن الله رب العمين يعني لما هنجي نشرح لسه فيه تفاصيل مملة وطويلة ولساعدت كده كده جدا بالتفصيل وساعتك هتفهم على تفهم ان شاء الله بإذن الله لكن اهم حاجة ان انت تنشط الزاكرة في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله الفيديوهين دول النهاردة سجلناهم دول سيظهرون لك يعني غالبا على الفجر وعلى صباح بكرة ان شاء الله وبكرة ان شاء الله اخر النهار سننزلك ريفيجن نومبر 2 كل اسبوع كل خمس ايام سيكون هناك مراجعة لتنشيط الزاكرة ليس اكثر دير باست وربنا معكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته